ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العصومي الجهود العربية المبدولة في إطار الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية أشهد رئيس البرلمان العربي في بيان البرلمان بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 العام الماضي واستضافة الإمارات لقمة المقبلة خلال العام الجاري كما أضاف العصومي أن استضافة دولتين في المنطقة العربية لهذا الحدث المهم يبرز الجهود العربية الكبيرة على الخريطة العالمية في مكافحة التغيرات المناخية مشددا على أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي للحفاظ على البيئة والعمل على مكافحة كافة أشكال التعدي عليها خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة اشتركوا في القناة